موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته حياكم الله أيها المشاهدون المشاهدات أهلا بكم في برنامج الطبيعة غذاء ودواء أخواننا الكرام اليوم لنستكمل حديثنا عن موضوع الشقيقة أو الصداع النصفي أو المعروف بالمايغرين بس خليني أذكر ببعض المحاور التي تحدثنا فيها في اللقاء السابق لما قلنا أن الشقيقة هي نوع من أنواع الصداع بيجي على شكل نوبات قد تستمر ساعات وقد تستمر أيام وأحيانا في حالات سيئة جدا قد تستمر أسابيع متواصلة وقلنا أن أسبابه مش معروفة لكن معروفة الألية أنه بيحصل نوع من التوسع في الأوعية الدموية الدماغية مما يؤدي إلى احتقان الدماغ بالدم وبالتالي بتظهر الأعراض على شكل اللي هي بصير الواحد يشوف زي النجوم بصير عنده غثيان ربما تقيه بنعكر مزاجه وبعدها بدخل في نوبة صداع هذا الصداع قد يكون على جهة واحدة من الجسم يعني من الرأس ويمتد قد يمتد إلى الذراع وربما يكون في الرأس بالكامل قلنا أنه المريض أكتر شغلي بنشط نوبات الصداع النصفي اللي هي الضجيج والأضواء القوية والروائح القوية والصهر الكتير وقلنا أنه التوتر والقلق والكافيين وتحدثنا أنه له علاقة بالوراثة وبالذات من الام لبنتها وأيضا ذكرنا أنه من المأكلات اللي معروفة في النظام الغذائي إنها بتنشط نوبة الصداع النصفي اللي هي الكحول مشروبات الكحولية الشوكولاتة والكاكاو الكافيين الأجبان وتحديدا يعني بالذات الجبن الصفراء منتجات الألبان بشكل عام يعني ممكن لها يكون علاقة بس أكتر شيء الأجبان وأخيرا فيه دراسات بتشير إلى الحمضيات اليوم رح نكمل موضوعنا بس في عندي بعض الأسئلة من خارج البلد ننجاوب عليها في عندي سؤال من الدنمارك بيقول أنا عمري 34 سنة شاب لا أشتكي من أي أمراض كل فحوصاتي ممتازة ولكني أشكو من قلة النوم لا أنام ثلاث ساعات من الليل بنقول للأخ الكريم طالما فحوصاتك سليمي أكيد فحصت الغدة الدرقية وفحصت قوة الدم كل أشياء مثل هاي بنقول له عليك بمكمل غذائب بتلاقي عنكم في الدنمارك اسمه الميلاتونين الميلاتونين اللي هو شبيه الهرمون اللي بتفرزه الغد الصنوبرية مسؤول عن النوم هذا الميلاتونين بتاخده قبل بساعة يعني تقريبا من موعد نومك اللي هو يتم إفرازه في الليل تاخده بالليل ما بينفع تاخده بنهار تاخده بالليل يعني قوم مثلا الساعة سبعة لحتى تنام بهدوء إن شاء الله الساعة تسعة السؤال الثاني من ليبيا بيقول أنا سيدة عمري 51 سنة أشتكي من الروماتويد هل هناك غذاء معين يجب أن أتجنبه السؤال يعني محدد نقولها نعم مرضى الروماتزم بشكل عام مرضى الروماتويد بنقولهم ابعدوا عن السكاكر والحلويات ابعدوا عن الكفايين ابعدوا عن الدهون ابعدوا عن الجنك فود اللي هو المآلي والدجاج المقلي والأشياء الزي هاي وابعدوا عن اللحوم الحمراء أو قللوا كثير من اللحوم الحمراء أكثر أنواع اللحوم بتناسب كله السمك بنقولهم خدوا زيت السمك يعتبر جيد جدا بنقولهم الخضروات والفواكه ما عدا ما عدا البطاطا والباذنجان والبندورة والفليفلة لأن هذه بتنشط موجات الالتهابات السؤال الثالث من عمان بسأل ما هي فائدة شجرة الصنوبر للصحة شجرة الصنوبر يا أخوان كلنا بنعرفها بنعرف مخارط الصنوبر الصنوبر كتير ممتازة اللحاء تبعها يستخدم أو الإبر الإبر تبعت الأوراق الأوراق الإبرية ممكن أن يغلى الماء وتنقع فيه مدة نص صيعة بعد الماء المغلي وتكمر أول شيء مدرة للبول كويسة للمعندهم والالتهابات في المسالك البولية واللي عندهم أملاح واللي عندهم حصوة منشطة للكلية وكويسة للمرضى اللي عندهم فشل كلوي أو ضعف في الكلة يعني عندهم شوية ارتفاع بالكريتنين كويسة لهم جيدة جدا للصدر وبالذات للمرضى اللي عندهم سعلة وعندهم أزمة وغير هيك وبالإضافة لأنها جيدة لالتهابات المفاصل بتنظف المفاصل فكويسة لمرضى خشونة المفاصل وللمرضى اللي عندهم اليوريك أسد أو النوغروس أو مرض الملوك السؤال الرابع من مصر بيقول أنا رجل عمره 44 سنة ولديه حساسية مزمنة في العيون وعيونه دائما حمراء ويستعب القطرات الكورتزون ونصحه الأطباء بعدم الاكثار من هاي القطرات لأنها قد تضرص احتمان سايم وممكن ترفع ضغط العين بنقوله استعمل نظارة شمسية لأن الجو في مصر كتير شوي هيك فيه يعني تلوث استعمل نظارة شمسية هاي شغل الأولى يعني نظارة شمسية طبية مش من الزهيدة الثمن لتكون نظارة شمسية عند أخصائي نظارات بنقوله اغلي الشومر يعني معلقة لكاست المي اغلي المي كويس واطفي عليها وبعدين حط عليها معلقة الشومر وكمرها ربع ساعة نص ساعة بتاخد ثلاث أحجام من هذا الشومر بعد ما تصفيه وبتخلطه بحجم من العسل بتحطه في علب قطرة وبتقطر منها ثلاث مرات يوميا هذه كتير كتير كويسة لحساسية بالإضافة إلى عمل كمادات الماء البارد على العين ناخد بعض الاتصالات إخواننا معنا محمد من بيت لحم تفضل يا محمد مساء الخير مساء الخيرات أستاذ بدي أسألك سألين تفضل في عندي أختي كرروا لها عملية شيل الرحم عشان في عندها ليفة داخل الرحم ليفة بره الرحم نعم شفتم صحنا نتوي السؤال الثاني وفيه كمان أختي الثانية عندها الضعف في هرمون المبايض وفيه تكلس على المبايضات نعم تكيس مبايض حياك الله أخي الكريم الأخ لأي من جنين كيف حالك دكتور يا هلا بيك تفضل الله يحياك يا دكتور دكتور أنا عمر الأربع عام في السنة أنت بظل أمرأة برحط في الضغط بل كي مرفع شوي وفيش عني الضغط أديش بيقرأ الضغط يعني تكيبا كان آخر مرة 57 مشعار 92 طيب والسكر أديه السكر الحمد لله لا أبدو الله المحاضر عليه يعني أندي مليسة عقام فيه وانا أفكر تاخد إنسورين تاخد إنسورين يا لوي يا لأ بوقف الحب الصغير هاي كبير نفطور الحب الكبير مع الطعام نعم سلامتك إن شاء الله يا لوي حياك الله الأخ إسحاق من الخليل فضل يا إسحاق مساء الخير مساء الخيرات شكرا للمستمعين الله يسليك دكتور في أنا عندي مشكلة تكلسي أسفل العمود الفقري بقلمني بشكل غير عادي يعني في صعوبة كتير في الحركة بالإضافة إلى أنه يعني حاولت كتير أروع على ذكات راوم بيعطوني فحوصات مثلا في كان عندي مشكلة في فحص فيتامين D بعشرين كانت النتيجة وفي كان فحص البي تولف مئة وخمسة ثمانين بعرف شو نصيحتك دكتور إذا كرم هلأ أنت لما صورت ظهرك بيّن فيه تكلس ولا شد عضل فيه تكلس من اللي بسمه AS هذا مرض روماتيزمي حضر وراء أو ألم حضر يا سيدي حياك الله الأخت لينا من الخليل يا لينا تفضل إخوانا الكرام متصلين إذا سمحتوا هبطونا التلفزيون وإحكوا معنا من سماعة التلفزيون عليكم السلام ورحمة الله بس طمحت بدي أسألك بالنسبة للوالدي عندي معها ضغط وبرتفع باستمرار نعم وأخذت أدوية بس يعني مرات بكون عالي كثير بالرغم من أنها بتأخذ أدوية ومرات يعني بنزل لما تأخذ الدواء أديش عمرها الوالدة عمرها 61 سنة طيب سوت صورة تلفزيون أو صورة طبقية للشريان الكلوي عندها لا ما عملته طيب عكل حال راح نعطيها وصف إحنا نفس الوصف نعطيها للأخ لؤاي بس يا ريك تستشيري طبيبها في إنها تعمل صورة طبقية مثلا أو صورة رانين مغناطيسي للشريان الكلوي لحتى نتأكد إنه مش هو السبب وسلامتها إن شاء الله الله يسأل مكو عندي كمان سؤال فضلي الوالد كمان بعاني من تضخم في البرستات حياك يا الله سلامتها إن شاء الله الأخت رانية من بيت لحم رانية رانية محمد من طول كرم محمد كفين مين معاي محمد من كفين أهلا وسهلا بك يا أخي محمد فضل أهلا وسهلا فضلك حياك الله سؤال بدي أترك إياها بالنسبة في عندي بنت كان عمرها أربع شهور مم أسا بعد الأربع شهور صار عندها نقاط حمر في الجسم ممم أسا سلن على زي شهوة شو قالوا لك الأطباء شو شو التشخيص قالوا لي الأطباء إنو هاذا خلكة هاي أخي محمد مثلا بوكل بعد شوي بتجشأ في بعد مرار بطلع معاها زي حرقة هيكي نعم بعد مرات تطلع طبيعية عملت ناظور للمعدة فيش عندك إفتاء في تم المعدة فيش حاجة لا والله ناظور ما زي رحت بس رحت عالدكتور أخي الصائي وحكيت معاه قال لي عندك عملية ارتدادات يعني كوي ارتداد مريئي طيب نعطيك إن شاء الله شغلة كويسة وسلامتك يا أخي محمود الأخت آلاء من الخليل ألو فضلية آلاء ألو مرحبا يا أهلا يعطيك العافية لو سمحت بالدسألك أنا إلي 17 يوم مخلف هس تصابتني لفح تهوى على تدري على القصص الصدري مني لعليمين شو اللي بيصير معك ايش شو اللي بيصير معك اه وجع وجع داخل لا في الكفص الصدري مني جوا اهه في سعلي اه لا بس فلوز يعني طيب سلامتك إن شاء الله وبدأ سألك سؤال تاني فضلي اه وجع راسي بظل يجعني مصدع بظل بظل طيب سلامتك إن شاء الله الله يسعر الاخ محمد من رام الله سلام عليكم عليكم السلام اه دكتور بدي أسألك بالله في تعطينا وقفة لكساك في الشعر لو سماحك للرجال ولا نساء لا للرجال اياك الله الله يبارك فيك شكرا الاخ أبو همام من جنين السلام عليكم السلام ورحمة الله يا تقرى عفيدك يا هلبيك تقرى بتسألك بالنسبة للدوال الخاصية نعم برغم اللي عملت جراحيات عملتين جراحيات لكن التوالي بتعود مرة ثانية اياك الله شو بتشتري انت يا ابو همام دي زي دهون في الكفت والله نعم وفي عند الضغط دايما مرتفع والله اياك الله محمد نفس وصفة الضغط رح نحكيها مرة وحدة علشان الهدى سلامتك ان شاء الله طيب خلينا نجاوب احنا يا اخواننا الكرام ناخد بس مراد من جنين هلو يا هلت فضل يا مراد أعطيك العافية على عافيك بس لك ولا عن تدخم اللي برستاتا أعطي عمرك 40 سنة سلامتك يا مراد نفس الجواب اللي رح نجاوبه للأخت لينا اللي سألت بالنسبة لوالدها بلال من بيت لحم آآ فضل يا بلال الله عطيك العافية الله يعافيك اسمعك آآ غلبك أنا بس بدي اسأل سؤال في عندي زوج تحبت خمس مرات مهم الحين زوجتي الخمس مرات اللي تحبل فيهن تحلم فيهن في الليل و وتنزل على الشهرين بس بدي تتعرف في شو السبب هلأ إحنا هذه شغلة تحلم وما تحلم أنا ما بعرفش فيها يعني أنا اللي بحكي لك إياه شو الأشياء الممكن تساعدها أنت مفروض زورت طبيبي أخي الكريم سويت فحص الهيموفيليا والأشياء الزي هاد والثرومبوفيليا يعني أشياء سويت فحوصات سويت فحوصات بس كلها مي كويسات كلها مي كويسات آآ بس إحنا بدنا نعرف يعني إذا في أي هلاجة عندك إشي بعضة مثلا طيب إحنا بنعطيها إن شاء الله شغلة كويسة الأخت أم محمد من رام الله عليكم السلام يا تيك العاسية يا هلا أنا بدي أسأل سؤالين لأسماعين تفضلي في عندي ابني محمد عمره 7 سنين إله فترة تقريبا من شهر ريحة البول عنده كريهة كتير سويت له فحص آآ لأ طب سوي له فحص للبول ما أنا سويت له قبل فترة وما طلع عنده إشي طيب هلأ أنت بعد ما صارت الريحة تظهر ما فرغب تسوي له فحص ثاني آآ وفي عنده كمان صارت حكة عنده بمحاشمه وفي صير زي الإسماط طيب سلامت إن شاء الله وفي بدي أسألك كمان سؤال إن الوالدة عمرها 64 سنة معها سكر هي آآ من فترة طلع على جسمها زي الصدفية بس بزيد صار انتشر على كل جسمها هلأ وتعالجت أكتر من مرة وعالفاضي الأطباء إخواننا الكرام الأطباء شو قالوا لك صدفية صدفية خلص ماشي الحال حياك يا الله آآ أم محمد من الإعبادية السلام عليكم عليكم السلام آآ أنت داز عن قلت النوم حكيت وصفي أول البداية في أول نعم البرامج ومسهمت الشهية أنا معاني من قلت النوم كثير كثير بنعيد لك إياها يا حجي وليهمك تكرم عينك وعند سؤال كمان ثاني لو سمحت فضلي تسمي مع كل تسمي يروع مع راسي بظل شاد تسمي بظل شاد نعم وهذا برضو أحد أسباب يعني إلة النوم التوتر والقلق طب آآ 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 بالضبط إن شاء الله إن شاء الله نجاوبك اسمعينا طيب خلينا إخوان بس ناخد فرصة اللي نجاوب الأخت ألا آآ 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 من خلفة من 17 يوم أو آآ آآ عفوا نبدأ من عند محمد من بيت لحم محمد من بيت لحم بيسأل أخته آآ آآ دا تعمل عملية شيلة الرحم في عندها يوتيراين فيبرود يعني ألياف على الرحم هل في وصفة ممكن تساعدها نعم بنقول له يا أخي محمد آآ أختك الكريمة تبعد عن اللحوم الحمراء وتقلل من تناول المنتوجات الحيوانية كلها تركز في أكلها على المنتوجات النباتية الخضراء وخصوصا الملفوف والبروكلي والزهر والفليفلي والبامية تشرب النقيع الساخن لشاي الهندباء والشاي الأخضر يوميا كاستين من هذا وكاستين من هذا الهندباء موجودة في بلادنا مليانة والشاي الأخضر ضروري جدا ممكن تاخد عشبة القمح الخضراء عشبة الألفة ألفة عشبة الشعير الخضراء يعني أنه بننبت الأمح وبعدها بناخد يخضور تبعه وبتأكله كل ليلة بدها تدهن منطقة أسفل البطن منطقة الحوض بزيت الخروع وتحط عليها منشفة أو بشكير وتحط قربة الماء الساخن مدة نصفة على الأقل هذا الكلام يوميا إذا فيه معها نزيف بيسمي منها نزيف بدها تشرب يوميا كاستين لتلاتة من مغلي جدر القريص إن شاء الله هذا بيساعدها كثير بالنسبة لأختك الثاني اللي عندها تكايز في المبايد إذا ناصحة لازم تضعف الشوكولاتات الجنك فود الشبس غيره غيراته الفاست فود نبعد عنه تماما بدها تمارس رياضة المشي يوميا بدها تستعمل لي الميرامية مع المردقوش هدول التنين بيكفوا مبدئيا يوميا تشرب منهم كاس الصبح وكاس المساء تخلط نبات الميرامية مع المردقوش وتسوي مية سخنة تغلي الماي وبعدها تاخد معها من هذا المزيج المطحون اللي حطوط في مرتبان مسكر وتقوم ربع ساعة وتصفي وتشربه لمدة أربعين يوم هذا يساعدها إن شاء الله اليانسون بيساعدها القرفة بتساعدها الحلبة بتساعدها غبار طلع النخيل بيساعدها كل هذه الأشياء كويسة تشربها كمشروبات أثناء النهار الأخلؤي ارتفاع ضغط الدم والسكري بنصحك إنك تشرب مغلي وراء الزيتون اشرب مغلي وراء الزيتون كويس بهبط السكر وبهبط الضغط كاس الصبح وكاس المساء ولازم يغلى خمس دقائق على نار هادي وبعدها تقوم رشي ربع ساعة تلت ساعة لما يبرد وتصفي وتشربه أخلؤي ابعد عن الملح والموالح وابعد عن المنبهات تخفف من تناول الدهون وإذا وزنك زيادة بدك تقلل وزنك بالحمية وبدك تمشي يوميا ساعة هذا الكلام بننظم لك أمورك الأخ إصحاق التكلس اللي هي الأنكي لوزنج سبون دايليتس هذا نوع من الروماتيزم روماتيك ديزيز اللي بنقولك هي يا أخ إصحاق ما يلي بدنا نجيب كيلو من العسل هادي الوصف بدا كتمشي عليها على طول يعني كل ما تخلص بتكررها كيلو من العسل بتحط عليه عشرين جرام من حب يعني معلقتين كبار ملينات من حب البرك المطحونة كمان معلقتين كبار ملينات من الكركم المطحون معلقتين كبار ملينات من الثوم الطازج المهروس وممكن نحط كمان uh عليهم البان الذكر معلقة كبيرة أو معلقة ونص من البان الذكر وكمان بذر الكتان معلقتين كبار من بذر الكتان المطحون وخد ملعقة من زيت هذا طبعا تخلطه كويس تاخد منه 3 معالق في اليوم تاخد معلقة من الصبح على الريق ومعلقة قبل النوم من زيت بذر الكتان وخد زيت السمك هذا بريحك ان شاء الله كثير وبساعدك اشرب يعني او كول عفوا قديش ما فيك تفاح التفاح جيد جدا لا الامراض الروماتيزمية الاخت لينا الوالدة معاها ضغط ونفس الجواب للاخ اللي سألنا عشان الضغط اللي عنده ضغط يا اخوان ارتفاع في ضغط الدم بنقول له اذا كانت بدين بدك تخفف وزنك من خلال برامج الحمية بدك تبعد عن الملح والموالح يعني المخلالات الاجبان المالحة اللبن الجميد الاشياء زي هاي المكسرات المالحة كل ما تبعد عنه التدخين بدك تبعد عنه الدهون الحيوانية اللي هي اللحم الاسمين وبدك تخفف حتى من تناول اللحوم الحمراء يعني اكتر نوع بناسبك اللي هو صدر الدجاج مسلوق ومشوي والسمك مشوي وليس مقلي بدك تمشي يوميا ساعة بدك تبعد عن الجهد العنيف والانفعالات وخد فيتامين اي شو الاعشاب اللي بتساعدك انك تخفض ضغطك يوميا كابسولة من فيتامين اي عشان انلين الشرايين نبات الجينكو بايلوبا كابسولة الصبح وكابسولة المسى محضر تجاريا بنظم الضغط الزعرور كاس الصبح وكاس المسى تشرب نقيع الساخن لأوراق وازهار الزعرور الكركديه ممتاز جدا الثوم النباتات المدرة للبول زي الكرافس تاكل الكرافس متل ما هو او تاكل البقدونس متل ما هو اللي بمشي على هذا الكلام يا اخوانا بانتظم عنده الضغط ان شاء الله رب العالمين الوالد مع تضخم في الابروستات بذر الارعني ياكله مع العسل خمس ست معالي اخلطهم كيلو عسل ياخد منهم اذا معوش سكري طبعا ياخد يوميا زنك كابسولة بذر الكتان يطحن ويأكل منه اربع خمس معالي كل يوم مغلي جذر القرص كاس الصبح وكاس المسى نوار الصبر يسوي منه النقيع الساخن انا سأعطيك خيارات كتيره لو استعملت لاني كويس في نبات طبي ممتاز جدا رائع لتضخم لبرستات اسمه ساو بالميتو البالميط المنشاري في نبات ايضا رائع اسمه البايقوم كل هادي ممتاز جدا لتضخم لبرستات الاخ محمود التجشؤ انصح انك متعبيش يعني المعدة اثناء الاكل خلي دائما يعني تزيد عدد الوجبات وقلل كميتها واشرب النعنع بعد كل وجبة النقيع الساخن لأوراق النعنع برأي حكي ان شاء الله رب العالمين الاخت قلاء من خلفه من 17 يوم وجع يعني لفحت هواء انت بتقولي لفحت هواء طبعا زرت طبيب سويته بعرفش اللازم على كل حال انصح انا انه كل ليلة بتجيب زيت الزيتون الدافي بتدلك المنطقة هاي من الامام ومن الجنب ومن الخلف اللي هي الجهة اليمين وبتحطي عليها مثل الجريدة بتخزقيها وبتلف حالك كويس وبتنامي ثلاث اربع ايام ان شاء الله رب العالمين بصير وضعك افضل بالنسبة للصداع اللي معك اخلقي ثلاث احجام من النباتات هاي مع بعضيها يانسون بدرلك الحليب اول اشي ورجع الرحل متى المكان باعتبار انك والدة وحبت البركة وهي امنة جدا للب تردع والقرنفل اللي هو الكبش لقرنفل 100 جرام من هذا 100 جرام من هذا و50 جرام من كبش لقرنفل لاش نقول 100 لأ 50 جرام طحنيهم مع بعض حطيهم في مرتبان مسكر سوي منهم شاي زي طريقة عمل الشاي وكمري ربع ساعة صفيه اشربه صبح مساء بروح وجع راسك بإذن الله الاخ محمد للرجال في عنا الالوفيرا وزيت الخروع خلاصة صبار الالوفيرا تدلك بها فروة الرأس ما بنغسل مكانها لمدة ساعتين ثلاثة ونفس الشي زيت الخروع صباحا ومساءا وممكن انه يتناول نبات الساو بلميتو اللي حكينا عنه اللي هو البلميت المنشاري بكون محضر كوميرشال يعني تجاريا على شكل كابسولات اللي هي بتمنع تحول التستستيرون لأندو تستستيرون لأن الأندو تستستيرون هو اللي بسبب تساقط الشعر وهذا نبات آمن فيك تستعمل طول العمر وبزغر حجم البرستات الكبيرة وحتى لسرطان البرستات الاخ ابو همام دوالي الخصية انصح يا اخي ابو همام انك تعمل اربط المية الباردة نجيب مية باردة مش بالضرورة تلج بس تكون باردة يعني فيك تحطها بالتلاجة بالرف اللي تحت الفريزر مباشرة وتعمل كماد لمنطقة الخصية مدة عشر دقائق ثلاث مرات يوميا وإذا في مجال انك تدهن من الخارج بزيت السرو هذا بساعدك ان شاء الله رب العالمين وبيخفف احتقان الدم في الخصية لأنه احتقان الدم في الخصية هو اللي بيرفع درجة حرارة الخصية وبيعمل ضعف في الحيوانات المنوية لثقوية الحيوانات المنوية بدك تاخد مكملات غذائية أولها الالارجينين وهذا بيجي على شكل حبارة عن حمض أميني موجود على شكل كابسولات في عندك الزنك يوميا كابسولة فيتامين إي يوميا كابسولة جذر الجن سينجي الكوري يوميا كابسولة وإذا بصح لك كمان السيلينيوم يوميا كابسولة والرويالجي أو غذاء الملكات ممكن تاخد غبارطل عن نخيل على العسل القليل من غبارطل عن نخيل وحبوب اللقاح تاخد منهم ملعقة صباح وملعقة مساء هذا يساعدك إن شاء الله رب العالمين الأخ أبو محمد من خان يونس دهون على الكبد وضغط مرتفع الدهون الكبد يظهر عند الناصحين أبو محمد إذا كنت ناصح بدك تخفف وزنك على كل حال عشان شغلتين شو بنقولك ابعد يا أبو محمد عن الملح والموالح وجاوبنا شو بنسوي للضغط ابعد عن الملح والموالح خفف من تناول الدهون ابعد عن الدهون الحيوانية نهائيا المآلي ابعد عنها فقط البناسبك السمك وإنت من خان يونس سمك مشوي كل يوم هذا اللحم اللي بناسبك وصدر الدجاج فقط بدك تمشي يوميا ساعة بدك تاخد النباتات الحامية في أول إشي مكمل غذائي اسمه الكارنيتين بدوب الدهون عن الكبد في عندك الزنجبيل القرفة الشاي الأخضر الكركم الرمان الحامض كل هدول بدوب الدهون عن الكبد غذائك بده يكون تسعين في المية منه خضروات وفواكه وسلطات وشوربات وانتجات الألباني الدسمة ابعد عنها تماما ويمشي يوميا ساعة مراد نفس الكلام اللي حكنا لتضخم لبروستات اللي هو قلنا الساوبلميتو البايقوم الزينك جذر الأوريس بذر الكتان كل هدولة يعتبروا جيدات جدا نوار الصبر الأخ بلال زوجته زوجتك إلى خمس مرات حملة لازم طبعا تعمل فحص للجينات أول شغلة بينك وبينها يمكن في عدم تطابق في أمراض وراثية يعني خمسين في المية على الأقل من أسباب الإجهاض المتكرر والمبكر اللي هي خلل في الكروموسومات بدك تسوي يعني فحصات وتزور طبيب نساء وولاد مختص في هذا الأمر من عنا شو ننصحك ننصحك يا أخي بلال إنك تستعمل جيب كيلو من العسل كيلو من العسل تحط عليه عشرين جرام من الخروب المطحون بذر الخروب البذر تبع الخروب بتطحنه فيك تحمصه شوي وتحطه على كيلو العسل هذا وبنصحها إنه لما بدأ الحمل تاخد الثوم لأنه أحياناً بيكون التجلطات اللي بتصير في شبكة الأوعية الدموية الخاصة به المشيمة هدل أمراض مناعة ذاتية هي اللي بتكون السبب بسؤولة عن إيجاد الثوم بميع الدم يعني بيشتغل زي البابي أسبرين أو حتى نبات الجينكو بايلوبا نفس الشي بيشتغل زي البابي أسبرين بميع الدم فبيعطي فرصة أفضل ويظل آمن طبعاً مش زي الأسبرين فهذا اللي بنصح للأخ بيلال إخوانا الكرام بدنا نطلع على فاصل ونرجع نكمل معكم وخليكم بعد نعم نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات لنجدد تحية حياكم الله مرة أخرى وأهلا وسهلا بيكم إخوانا الكرام منكمل إجابة على الأسئلة الأخت أم محمد من رام الله ابنها سبع سنوات ومؤخراً صارت يعني تقول إنه بيشتكي من رائحة مزعجة في البول وفيه أشياء بتخرج على زي الاسماط خارجياً عنده هذا طبعاً كله قد يكون مرتبط في بعضي البعض فمنه للأخت الكريمة يعني الخطوة الأولى إنها تسوي فحصة البول وتزور طبيب ممكن الشغل يا إخوانا تنتهي بمضاد حيوي بسيط هلأ على كل حال من المكملات الغذائية اللي بتساعد على يعني إزاحة الالتهابات إن كانت موجودة في عنا مكمل غذائي من سوى من نبات طبي آمن جداً طبعاً اسمه لكرامبيري كرامبيري موجود في الصيدليات على شكل مكمل غذائي ممكن تستعمله بأمان خمس ست كابسولات في اليوم لأبنا يما الوالدة اللي عندها صدفية الصدفية يا إخوانا موضوع كبير إحنا بدنا نقول يعني أنا راح أخصص له حلقتين خاصات للصدفية أنا بجي أسئلة كتير فيه الصدفية الأشياء اللي بتزيدها التوتر القلق المنبهات اللحوم منتوجات الألبان يعني منتوجات الحيوانية كل هذه بتزيد الصدفية الأشياء اللي بتقلل منها هدوء الأعصاب تعريض لأشعة الشمس التركيز في الغذاء اليومي على الخضروات والفواكه والوالدة الكريمة طالما أنه معها سكري تستعمل اللي هي الخضروات أكتر شيء تركز في طعامها اليومي على الخضروات السلطات الشوربات الخضروات الطازجة والفواكه طبعا غير الحلوة لحتى ما يرتفعش عندها السكري وتقلل من تناول اللحوم أكتر شغلة بتناسبها من اللحوم اللي هي الأسماك المشوية هيك بتتحسن عندها الصدفية الآن خارجيا شو ممكن تستعمل خارجيا خيريا نجرب شغلة بسيطة خليها تستعمل بنجيب الفازلين مثلا نقول 100 جرام من الفازلين بنحط عليها معلقتين صغار كركم ومعلقتين عكبر اللي هو شم أو اسمنت النحل المطحون ومعلقتين زيت الجزر ومعلقتين بودرة الشطة بنخلطها كويس وبندهن منها مرتين ثلاثة في اليوم أيضا زيت بدر الكتان يعتبر جيد جدا للصدفية لكن الصدفية يجب أنها تتعالج من جوه يا إخوان لأنها مرض من أمراض المناعة الذاتية مش مرض جلدي لكنه ينعكس في الجلد وأنا راح إن شاء الله في اللقائين القادمين بإذن الله راح أتحدث بإسهاب تابعيني يا أختي أم محمد عشان أتحدث بإسهاب عن موضوع الصدفية ناخد بعض الاتصالات أم محمد من رمالله يا هلا بيكي دكتور انا عندي الدورة منتظمة كل 28 يوم مديش عمرك 34 هلا انقطعت مدة 45 يوم فكرت حمل عملت فاحصات شاملة ما في عندي اي شيء بيان انها ليش متأخرة او انه بيان ما فيش حمل هلا شو السبب برأيك صورة التلفزيون بتقول المبايض سليمة فيش تكيوس اه لأ ما في حاجة طيب سلامتك ان شاء الله انت بتردعيش لا لا وكان وصري بتدي لتخفيف الوزن حياك يا الله الأخت آية من قلقيليا عليكم السلام عليكم عليكم السلام فضلي اليوم فضلي يا خيتي أنا مع رشح وكحة رشح وكحة طيب سلامتك يا آية وتوصلتاني فضلي أخوه ده ما لنشي بتعب خليه يحكي معي عشان أفهم منه كلمة لما بيمشي بيحتعب قديش عمرك أنت؟ أيوة يا خيتي عليكم السلام أنت إيش اسمك؟ رمزي هنبا بوشياب حياك الله أديش عمرك أنت؟ واحدة عشغيل لما أمشي عند النفس بضعفه طيب زرت طبيب أمراض باطنية؟ زرته أعطاني دوة عادة شو قالك؟ ولا شي جوز ولا شي قلبك سليم سو إيش؟ سويت تخطيط للقلب أنا لا فبت صورة شو قالك عن صورة السدر؟ فيها شوية التهابات التهابات ولا أزمة حساسية؟ لا التهابات التهابات في سدرك آه طيب سلامتك إن شاء الله أنا أعطيك وصفة لألتهابات الصدر بإذن الله الأخ أبو سليمان تفضل يا أبو سليمان أبو سليمان من جنين يا أبو سليمان نعم تفضل يا أبو سليمان السلام عليكم عليكم السلام الله يعافيك دكتور أنا قبل أسبوعين انتفحت أم أيوة عندي دوخة ودوران على مدة أسبوع رجعت الدكتور حكي العصب عندك ضعف يعني عصب وكان يبدك أسبوع أسبوعين وكان يبدك على بتمينات يعني فشوفت يعني الدوران والدوخة وفكف الحمد لله يعني عندي نوع تسكيل شوي يعني أنت التفحت الليثة صار معك أنا تحلمت ما يمسكى صار معك ليثة يعني وجهك راح هيك لعا وجه لا يعني عادي طب ولو وين اللفحة إجتك اللفحة إجتك يعني زي ما تقول برد كوي يعني في الأذن برد كوي في الأذن دوخة ودوران وضعف بالأرض طيب سلامتك يا أبو سليمان سلامتك الأخوة سيم من رم الله يعطيك العافلة يا صور يا هلا كيف حالك؟ الله سلمك أنا بقول أنا في حب راسي إلى بك من عشر سنين ما رعش طيب شو قال لك الأطباء والله يبعطوني دوة 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 شو قالوا لك شو قالوا لك شو هو يعني زي فطريات كوية بس عدوة من عدوة طيب اسمع وسيم بنفعشيك خد تلفوني من الإخوان عشان تحكي معي على رواء وأفهم منك آآ الأخ رامي من خان يونست فضل يا رامي رامي أسمعك يعطيك العافلة يا هلا بيك دكتور أنا عملت كان معي دوالي من الدرجة الثالثة وعملت عملية والحمد لله يعني نسبة النجاح كانت ستين في المية دوالي خصية آآ للخصية صحية نعم عملت تحليل سائل بنوي طلعت ستين في المية نتيجة بس كانت اللزوجة شوية يعني عالية عطينا بالله علاج لللزوجة حياك الله وبديش كان بس تخفيف الوزن كمان بعدتنا يا دكتور تخفيف الوزن نفس الجواب لأختنا أمي محمد أمي محمد من رام الله تفضليه عليكم السلام ورحمة الله دكتور أنا معي دوال في جراعي وبيدي كمان خلط لابنتي عندها حب سباب في وجهها حياك يا الله علي من عرابة أيها تفضلي علي تفضلي علي دكتور نعم دكتور نحن بس دي أسألك دي أسألك السؤال تفضل أنا يا دكتور روح تعملت في نابلس رانين مغناطيسي لو إيش تعملت رانين مغناطيسي لركبتي بيّن عندي ثلاث ديسكات وعملت صورة هاي تلفزيونية اللي بطني في نابلس صورة إيكو كل شي مية بالمية ما عدا في عندي غازات كوية 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 في تاع بصمة تهدني كل يوم فترة مسائية بتطيبني أمنار الصبحيات وبتروح وبترجع سلامتك يا علي تسلام الدنيا يا أخي رياك الله ألا بيك رائف من بيته خلينا نجاوب لأنه في الشوائط آخر سؤال رائف من بيته تفضل يا أخي العافية يا أهلا إذا غلبك فينا بنت أخوي عمرها فضل في عنا بنت أخوي عمرها دعسل سنة عند التهابات حادة في البول طيب زارة طبيب أخذت مضاد حياوي غيره بأخذت قبر بس ما فيش نتيجة للموضوع طيب سلامتها إن شاء الله خلينا نجاوب الأسئلة وعشان نكمل موضوعنا الأخت أم محمد من اللي عبادية إلة النوم ممنوع المنبهات شاي أهوة كاكاو شوكولاتة ناس كافي كله ممنوع نهائيا تشربه في النهار المليسة والزيزفون والنعنع فيكي قبل النوم بساعة في الليل تاخدي مكمل غذائك بسولة الميلاتونين ميلاتونين هذا بساعدك إن شاء الله بشكل كبير الأخت أم محمد لتنظيم الدورة في عندك تخلطي الميرامية مع المردقوش بأحجام متساوية بعد ما تطحنيهم وتحطيهم في مرتبان مسكر بتسوي منهم شاي تشرب منه صبح ومساء أو بتاخدي عشبة الأنجليكا اللي هي الدونغي كيو أو بنسميها حشيشة الملائكة لتخفيف الوزن الابتعاد عن السكر والسكاكر والحلويات والمقالي نهائيا والدهون تخفيف تناول الخبز والأرز والبطاطا والنشويات وكل ما يصنع من القمح زي الكعك والأرشلة والمعكارونا والشعيرية غيره كله الأكل 80% بده يكون منه خضروات فواكه صلطات شربات عصائر طبيعية خضار طازجة فواكه طازجة ثلاث وجبات في اليوم ما يزيدوش بين الوجبات إذا جوعتي بتاكل الخضار فقط الأشياء اللي بتساعدك على حرق الدهون كاسة مي دافية مثل هاي عليها نص ليمونة منحليها بالعسل نشربها على الريق في النهار تشرب الزنجبيل القرفة الرمان الحامض الكركم كركم على المية السخنة كل هذا بساعد في إذابة الدهون إن شاء الله الشاي الأخضر بالنسبة لآية الرشح والكحة والكذا أنصحك تستعمل الينسون مع الزنجبيل يعني اغلي المي وحطي عليها شوية ينسون شوية زنجبيل وكمريها ربع ساعة وصفيها واشربيها ودفي نفسك بالنسبة لأخوك الأخوك اللي عنده التهبات في الصدر بتغلي الثوم الطازج بالحليب خليه قلب على النار دقيقة دقيقتين على نار هادية وبتصفيه وتشربه صبح ومساء واشرب الزعتر صبح ومساء الأخ أبو سليمان لفحة الهواء اللي عندك أنا ما فهمتش بالزبط شو اللي عندك لكن قلتلي دوخة ودوران وهقيته خف كثير طيب ممكن تستعمل مكمل غذائي محتوي فيتامينات إلا إذا كان الطبيب معطيك إياه فيتامينات با مع مكمل أيضا اسمه الألفالايبويك أسد ألفالايبويك أسد مع الزنك هذا لتأوية العصب ممكن تستعمل نبات الجنكة إذا فيه عندك دوخة لسه أو أثارها نبات الجنكة كبسولة الصبح وكبسولة المساء وهذا مكمل غذائي وليس دواء اشرب الزنجبيل والقرفة إن شاء الله بنتهي إشكالك الأخ رامي اللزوجة العالية أي شاب من الشباب عنده لزوجة عالية بنقول له اشرب الحلبة لمدة شهرين كل يوم كاسة الحلبة وحبثت حط معها بذر الشومر حلبة مع بذر الشومر ندفي المنطقة اللي هي قريبة من منطقة الخلفية خلفية الإنسان يعني عند فتحة الشرج نستعمل قربة الماء الساخن بدون ما نخليها توصل للخصية نهائيا علشان نزيد تدفق الدم على البروستات وبالتالي نضيع هذه اللزوجة يعني نستعمل قربة الماء الساخن مدة نص ساعة يوميا على منطقة الشرج وما حولها بدون بأكد بدون ما نلامس منطقة الخصية لأنه بدنا تتأذى الخصية الأخت أم محمد دوال الساقين المعاد دوال في الساقين ما يوقفش كتير يا أم محمد لما بتوقف على المجلة يعني ريح حالك كل فترة وفترة هذا أولا هلأ في مشدات خاصة يا أم محمد هاي بتجي بيها بتحطيها جنبك على التخط على راسية التخط الصبح قبل ما تنزلي نزل رجليك يعني التخط بترفع الساق بشكل عمودي شوي مدة دايقتين ثلاثة حتى الفضي يعني من الدم من صح التعبير شوي هيك وبنلبس هاي الكلسات الضاغطة أو الاشرابات الضاغطة اللي بتوصل لعند فوق الركبة وبتضلك فيها طول ما أنت واقفة نريح ما بين الوقوف يعني لما بتقعدي بالليل مثلا أو بتسترخي بلكتفرج على التلفزيون أو غيره يا ريت اتمدي ساقيك على مخدة تكونوا على مستوى الجسم ما يكونوش لتحت ما بنحطش رجل على رجل ممكن ندلك من أسفل إلى أعلى تدليك يكون من أسفل إلى أعلى باتجاه واحد خل التفاح أو زيت الخروع أو زيت السرو أو زيت الإخيلية أي واحد منها دول ممكن مزيج ممكن نجيب فنجان من العسل فنجان خل تفاح معلقة من زيت الخروع معلقة من زيت الإخيلية معلقة من زيت الس называется أو ما يتوفر منها تسوي منها وندلك فيها تدليك من أسفل إلى أعلى هذا بريحك إن شاء الله رب العالم النسبة لحب الشباب لبنتك ربنا يشفيها ويعافيها اللي عندهم حب الشباب نقول لهم ابعدوا عن الجنك فود والفاست فود شبس شوكولاتات غيره ابعد عنه مكسرات بزر إلى آخره كله هذا بكتبعد عنه أكلك بديكون خضروات فواكه أكل صحي ومتوازن اغسلي وجهك عدة مرات في اليوم بصابونة تكون الأرضية تبعتها الكبريت الكبريت علشان ينظف للبشرة كويس فيك تستعملي زيت الخزامة الطيار مش الزيت الثابت الطيار لأنه فيه كثير من الزيت اللي تباع بتكون زيت ثابت البشرة الدهنية ما بنحط عليها زيوت لكن الزيت الطيار من حد ما تفتح العلبة بتشم ريحته زي الكولونيا عطول هذا بتنمسح فيه أو فيه زيت شجرة البلقاء المتعاقب الطيار نفس الشي نسميه تجاوزا زيت شجرة الشاي هذا معقم جدا للمنطقة لبخات الملفوف الملفوف الطازج أعطيك إش رخيص وكويس وفعال الملفوف شيل العرق منه أو خليه بعرقه بس أضربيه بالخلاط شوي أو رضيه رض يعني قطعيه بالخلاط أفضل وعمليه لبخة على الوجهه كل ليلة اغسلي بمية البأدونس كل هذا كويس بساعدك ابعدي عن المنبهات لأن المنبهات بتزيد التوتر والتوتر بتزيد اضطراب الهرمونات وبتزيد حب الشباب القلق والتوتر بواتناش بالمرة المية السخنة كمان بتواتيش البشرة اللي فيها حب الشباب لأنها بتنشط إفراز الغدد الدهنية وإذا كانت بظهر بفروة الرأس ما تستعمل السشوار الحامي وقت بتروح المناسبات ما تستعمل المكياج المكياج اللي تقيل بالذات اللي هو البودرة السائلة وكريمات اللي هي تقيلة سي كريمات الواقي لأشعة الشمس وغيره لأنها بتسكر مسامات اللي بتخرج مخارج القنوات الدهنية وإذا اضطريت تحطيها يعني لمناسبة ما تكونش أكتر من ساعة ساعتين وقت تروحي للبيت بتغسط منسحيها بالتونيك كويس وبتغسط وجهك بالمي والصابون جيد جدا يعني إياكي إنك تنامي وفيه أثر للمكياج على وجهك الأخ علي من عرابة الدسكات اللي في رأبتك كل ليلة يا أخ علي كل ليلة بتحط إربة المية السخنة على رقبتك مدة ساعة بتستعمل مكمل غذائي فيه فيتامينات با مع الكالسيوم والماجنيزيوم وبعد هيك بتدلك رقبتك من أعلى إلى أسفل بزيت الخزامة أو زيت الخردل وخود حبة من زيت السمك هذا بريحك بالنسبة للنفخة أي واحد مع نفخة يا إخوان بنقول له تاكلش بسرعة تأنى وأنت تتناول طعامك تشربش مية أثناء الأكل الماء يشرب قبل الأكل أو بعد الأكل بساعة أما أثناء الأكل لا لأنه بضع في العصارة الهاضمة بسوي المشاكل هاي بنقول له للأخ علي البان أو علكة ما تمضغ دخان ابعد عنه الكلام حتى أثناء الأكل غير محبب كل هذه بتسوي غازات في البطن في مأكلات بطبيعتها بتزيد المشكلة الحمص الفول الفلافل العدس الزهر الملفوف الشراب الاصطناعي الحليب كامل الدسم أكتر شغلة بتناسبك يا أخ علي في عندك في الصيدليات إشي اسمه البكتيريا النافعة زي الأسيدوفيلس والاكتوباسيلس وغيرها ممكن تاخد منها كابسولة كابسولتين في اليوم وهذه نافعة جداً ممكن تستمر عليها تلات أشهر على الأقل أو تسوي لبن رايب بالبيت اللبن الرايب غني جداً بالبكتيريا النافعة اللي بتساعدك على الهاضم وبريحك اشرب النعنع الشومر اللي هو بذري الشومر الينسون الكمون الكراوية الزعتر أو يخلطهم مع بعض سوي منهم شاي وابعد عن الكفايين خفف من الشاي والقهوة بيرتاح وضعك كثير الأخ رائف اللي هي بنت أختك اللي عندها التهابات حد وتاخد دواء وكذا وإشي بنقول لك شغلتين تستعمل الكرامبيري اللي هو مكمل غذائي محضر على شكل صيئة على شكل كابسولات في الصيدليات آمن جداً محضر من توت خاص يعني يعني يؤكل الكرامبيري وتشرب الزعتر صبح ومساء صبح ومساء يعني فيها تناول ست كابسولات من الكرامبيري ما في مشكلة وتشرب الزعتر صباح ومساء خلينا نشوف هاتي مع بعض شو بدنا نسوي للمرضى اللي عندهم صداع نصفي شو بننصحهم أول شغلة ننصحهم نقول له ابعد عن الضجيج يعني ما تروحش على الصلاة والأفراح اللي فيها حفلات وغيره وغيراته وقت بتقعد على المسجل وقت بتقعد على اللابتوب إلى آخره ابعد عن الضجيج ابعد عن الأضواء الساطعة ابعد عن الروائح القوية ابعد عن الصهر التعب الكثير الجوع الكثير الانفعالات ابعد عن الشوكولاتة والكحول ابعد عن الكفايين اللي موجود في الشاي والقهوة والناس كفية الأجبان ابعد عنها خذ اللي باحتياجاتك من الكلس من اللبن الرايب بلاش الأجبان والحمضيات تكترش منها طيب شو من الأشياء ممكن تصاعدوا أول شي في عنا نبات الصفصاف نبات الصفصاف يا إخوان خلينا نشوف بعض الصور نبات الصفصاف استخرج منه السليسيليك أسد اللي هو عماد الأسبرين اليوم الأسبرين اسمه العلم السليسيليك أسد لكن الأسبرين ممكن يسوي قرحة في هضمية ممكن يسوي نزيف في المعدة لكن الصفصاف ما بيسوي إطلاقا فيك تشرب الصفصاف صباحا ومساءا لحاء الصفصاف يغلى قليلا بالماء مع لألكاسة مي تكمل ربع ساعة تلساعة تصف وتنشرط في عنا الأقحوان نبات الأقحوان برضو كتير ممتاز لشغلة الصداع سواء كان الصداع نصفي أو الصداع العادي نبات الأقحوان كتير ممتاز أيضا الأزهار تبعته بتتسوى زي الشاي في عنا نبات اسمه البتولة البيضاء البتولة البيضاء برضو ممتازة جدا كقاتلة للآلام و للصداع من النباتات عنا القرنفل القرنفل جيد جدا القرنفل جيد جدا أيضا في عنا اليانسون اليانسون كتير كويس للناس اللي عندهم صداع نصفي وفي عنا حبة البركة اللي هي الأزحى أو النجيلة ستيفة بنسميها هلأ فينا نخلط هدولة التلات أشياء مع بعضهم بأحجام متساوية اللي هي حبة البركة مع كبش القرنفل مع بذور اليانسون ونطحنها بعد ما نخلطها ونحطها في مرتبان مسكر بعيد عن الشمس بعيد عن الحرارة ونسوي منها شاي نشرب منه صباحا ومساءا في أوقات النوبة ونشرب منه يوميا أو يوم بعد يوم كل يوم كاسي هذا بريحنا كتير كتير للصداع مهما كان سببه في عنا النعنع النعنع بريح الأعصاب وحتى فينا يعني نشرب أو نجيب زيت النعنع مع زيت الخزامة مع زيت الكافور زيت النعنع زيت الخزامة زيت الكافور نخلطهم بأحجام متساوية نحطهم في علبة معتمة بنية بعيدة عن الضو والحرارة وقت ما تصير معنا النوبة ناخد منه وندلك فيهم مقدمة الرأس بالإضافة إلى جوانب الرأس وحتى خلف الرأس هذا كتير كويس لنوبات الصداع النصفي في ناس بتجيهم نوبة الصداع النصفي قوية جدا بحيث أنه يحتقن الدم في الدماغ بشكل كبير جدا شو بقولهم؟ وقت ما تجيك النوبة هاي تحط إيديك لهون ورجليك لفوق الرمانات بمية سخنة بقد ما تتحمل طبعا بدون ما تحرق جلدك مدة ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة شو اللي بيصير؟ بيصير إعادة توزيع للدم مرة تانية لأنه الدم بيسعى وراء الحرارة فبيخف الاحتقان من الدماغ بشكل كبير جدا مريض النوبات الصداع النصفي وقت بتصيبه النوبة بننصحه ويقعد في غرفة معتمة ابعيد عن الأضواء ابعيد عن الضجيج لحتى يخفف عليه أثر النوبة إن شاء الله اللي بيمشي على الحمية اللي حكيناها وعلى النصائح اللي حكيناها بدون ما تجيه النوبة كل شهر ممكن تصير تجيه كل ستة شهر ممكن تروح عنه نهائيا هذا وارد بإذن الله والشافي هو رب العالمين إخوانا الكرام هذه الحلقة تعاد إن شاء الله يوم الاثنين الساعة اتناعش أو يوم الاحد الساعة خمسة ورح تكون خلال أيام على اليوتيوب على موقعنا الطبيعة غذاء ودواء قناة الفلسطينية وأي واحد من خارج الوطن له أي سؤال يرسلنا على هذا الموقع الطبيعة غذاء ودواء قناة الفلسطينية ورح نجاوب إن شاء الله من خلال البرنامج مثل لم نعمل في اللقاء القادم إن شاء الله بدي أتحدث عن الصدفية بإسهاب لأنه جانا اتصالات كثير 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 وبقدرش أختزل الموضوع في إجابة خلال دقيقة أو دقيقتين كل اللي معهم صدفية خليهم يحضرون وينتبهوا لكل كلمة رح نحكيها بإذن الله رب العالمين في نهاية اللقاء أعتذر جدا من كل الإخوة والأخوات ما قدرناش ناخد اتصالاتهم بسبب ضغط الاتصالات وأوجه تحياتي لكم أولا إخواني المشاهدين ولفريق العمل معنا في الإخراج والمنتاج والبث وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عامر شبان التميمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى